لكن الموضوع حساس تيتر تاليوم كما قلت لكم حقيقة نتينا نوزيابوند المشكلة سيفولي النيضال انتعنا احنا اتجاه النيضال تعنا هو في ابراز الحقيق والتوعية العامة للناس لكي نفهم الناس الوضعية الحقيقية اللي راهم عايشينها وش قاعد يصرى اوتور ده يعني حولهم ما يحدث حولهم من داساس من تخوبيت من شيطين نتعى الاستعمار الحقيقي اللي حاكم الارض الطيبة الطهرة هدي استعمار اللي حاكمها ومتغلغل فيها وهو اللي على رأس كل الفتن اكانت سياسية او مجتمعاتية او مناطقية او والاستعمار الحقيقية اللي على جديد من ذلك الآن اليوم الحقيقية اللي على الموضوع الاول موضوع الاول نتحدثت عليه هي لماذا؟ لوزير الاول دركاء على ما زال انا قلت لكم باللي الى منيغانسي كان منيستر المالية لم يقوم بسيطة للسيستام لن تفضح ولكن في الواقع ويقوم بقوله في المنستر في خالية معينة هو يترأسها بعد صالو الملحة صالو ناجيب صالو صوفيان نبواندس بانصور تولمان نعطيكم ويقوم بسرعة الخبس الكبير خبس يجعلك دهج حتى تكون مستعمر عادي لا تصل لدرجة الإجرام ضد شعب يسمى بالنسبة لي أعزل لأن الشعب الجزائري مدام جاهل المصالح يعتبر شعب أعزل دابور الجزائر يجب دو فنومن ومام طب فنومن انفلاسيونيست وفنومن ديفلاسيونيست يعني عندنا أولا الشيء اللي وصلنا له أنه بين البنك المركزي الجزائري وبين وزارة المالية ما زالت عملية طبع الأوراق النقدية متواصلة دونك هذي جارمة دونك هذي جارمة دونك نفهمه الجارمة هذي وين راح توصل لهذه الجارمة ضد الشعب هذي كيفاش مو منهجة طبع تعدرها ما زالوا يطبعوا فيهم غلق الأسواق غلق عمليات في الاستيراد ما نقول شتصدير لأننا ما صدروا والو عمليات الأستيراد هي باش تغطي على جد وفيد عمليات يضربوا عصفوري كيفاش قديثة ناس تسأل ناس تسأل علش ما تلن ما فتحوش ما زال السيارات علاش غالقين على مواد دكترا في الاستيراد بورتون الناس يقول لك ننبرطيه بصور دنا لا كيما يقول لك حق أريد به باطل شكو اللي قاعد يهبط في الدينار الوزير الأول هو قائد هاد المجموعة اللي دور انتحها انو الدينار يبقى في تساقط حتى يلحق الدينار الى مستوى سوق سوداء للعملة باش يفتحوا مجال الاستيراد من ضرور جديد حاجة مليحة حاجة مليحة بزاف لكن قبيحة في نفس الوقت ستون اكسلونت سوليشون ايكوناميك يعني انك تساوي بين السوق السوداء للعملاء اللي هي السوق الحقيقية وبين البنك اللي تساوي بيناتهم بيانسور سيسرع سيتحسن الاقتصاد لكي يقولي اقتصاد واقعي في الحالة هذه تقدر تبني سياسة اقتصادية لكن الدول اللي تقوم بالموضوع هذا تروح اندوسر لماذا؟ لأن الشوك انتع المونيك يتطيح يتطيح ديركتما على ظهر الشعب لازم يروح بريطب ما نهولوش الشعب ما نقطعوش الدواو المواد الغدائية وهذه بها الشعب بصح هما الهدف منها يدعموا الاقتصاد انتعهم شغل ينقوه ونقول لكم لمن ينقوه او مانطا يستغلوا هذه القضية بشي كرازي والشعب الجزائري يعني يقسلوا يعني عملية قتل ممنعج نهاية العملية يكونوا في الجزائر طبقتين الجزائري المكرازي والجزائري السيبر مرفع وبينتهم انبوتيا ريجولاتور هو الفونكسيونير المرتاشي النظام هذا غدا وشي يسمح يسمح انه يجي عليك هجوم للشركات دوات المصالح الاجنبية لاستغلال الارضية الاقتصادية تحت اللي معاتش ولات جدو متواضعة لكن كريدي بالو نيفو بانكر او نيفو دي شانش او دي تانسفار لنك الكلب هادو حبين يرحيو الشعبي يمحيوه او منطا يهي ومجال لهم مجال باش هما يتراو يعني نقول لي وكما بعض الدول اللي عندك فيهم دي جون ملياردير حتى الماشينات حير تحسب كده عندو وعندك ناس يموتو بشر وعلى دونك هذا اي من شي باكوا مكلف بالمهمة هذي هو على رأس الفريق على هذي ما زال هو وزير المالية وكذلك قضية طباعة الدراهم هذي اللي قادري كدبنا كدبنا الجزائر اللي تنترى دين بريمي ونقر دو لالرجان وغلقت على الامورتات باش كده واحد ما يحسب ها يالفو ني دو لالبانك مندي ني دو اف امي ني دو برسان لان حنا الانفورماصي هذي نمدوها لالشعب الجزائري لأنه ما صالحه وحياته دونك الموضوع الثاني فهمناكم دونك سيارات وهذه الامورات باش عاول يفتح الامورتاتي لازم دينار يولي في البنكة يعني في المحاملات البنكية يدير 18 19 20 حجم اللي حكون يوصلوا لها بصح بلا ما يضروا الشعب سيتادير يديروها طريقة مرحلية لكنهما الهدف انهم يديروها ويدروا الشعب ما نقدروش نرفع وسيل خنشلي دعوالي انه احنا ما نمنوش بالمحاكم الدولية هذي احنا على بنا بالليلوني نهار الماريكان يحب يضرب دولة تقول ليلوني تحكي لها ما دام الماريكان موش حاب يضرب ها ما يحكي وش عليها هذو لوني المنظمة الدولية والحكاية هذو اللي تسمعوا فيهم منتع علينا نجار هذو الأقزام اللي راه مياه هذروا على والله جماعة سامحوني ما زيش نهذر عليهم بس كاييت